وللمزيد من التفاصيل نضم إلينا عبر سكايب القيادة في حركة حماس الدكتور عبد الحكيم حنيني أهلا بك دكتور أريد أن أفهم منك لماذا علق نتنياهو بأنها دعاية نفسية قاسية إثرى التسجيل المصور للمحتجزات الإسرائيليات الثلاث طبعا هذا بداية نسمح للتحية لك ولأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة الصمود وفي الضفة والـ 48 وفي بقاء الأرض ولكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية طبعا المتابع للواقع الصهيوني والخلافات الداخلية بين قيادته السياسية والعسكرية والأمنية ومع انعدام الثقة في جمهور العدو وفي جمهور الاحتلال في هذه القيادة بكافة تشكيلاتها أكيد الجواب الطبيعي من المجرم نتنياهوان يقول هذه حرب نفسية تستخدمها حماس هذا رب طبيعي ومتوقع من هذا الفاشل ومن هذا المجرم دكتور عبد الحكيم ألن تشكل هذه التصريحات من المحتجزات الثلاث ضغطا في الشارع الإسرائيلي على نتنياهو من أجل وقف العدوان على كطاع غزة من أجل القبول بالشروط التي طرحتها حماس لا شك في ذلك وأيضا خروج الملثم المجاهد أبو عبيدة وقالها بشكل صريح أن هناك كانت تكاد أن يتم عقد صفقة جزئية إلا أن الاحتلال هو من رفض ذلك أو هو من أبطل هذه الصفقة كما قال أبو عبيدة لذلك حكومة الاحتلال والتي رأسها المجرم نتنياهو هو المسؤول الأول والأخير عن إبطال هذه الصفقة وهذا الكلام حتى يعني يوضح ويبين لعوائل الأسرة الصهاينة وللمجتمع الصهيوني واجب على المقاومة أن توضح هذا الأمر وأضيف هنا أنا من المتابعين الدائمين لإعلام العدو ولمواقع التواصل الاجتماعي عند العدو المجتمع الصهيوني يثق بكلام المقاومة وبكلام أبي عبيدة أكثر من ثقته في نتنياهو وكلام وزراء اشتركوا في القناة